أهلا بحضراتكم مرة تانية خلينا نتكلم على المنديال شوية والحد دلوقتي تلعب ماتشين المباراة الأولى كانت بالأمس المباراة الافتتاحية ما بين قطر والإكوادور فوز الإكوادور بنتيجة 2-0 المباراة التانية اللي خلصت من شوية هي مباراة إنجلترا مع إيران وفوز كبير جدا وصاحك للمنتخب الإنجليزي بنتيجة 6-2 عشان نتكلم في الجانب التحليلية الخاصة بالمباراةتين تحديدا وكمان فيما نتعلق بالمباراة هتتلعب النهاردة أو بكرة خلينا ناخد عبر سكايب طبعا الكابتن محمد بشاري المحلل الرياضي ونتكلم معاه في بعض الجوانب التحليلية الخاصة بانطلاقة المنديال يا بشاري مساء خير مساء النور زك يا أمير عامل يا أخبرك كله تمام كله تمام ربنا يتخليك تحياتي لك وتحياتي لكل متابعي أهلا بك يا بشاري خلينا نبتدي كلامنا بالتحديد عن حفل الافتتاح والجوانب التنظيمية حتى الآن وان طبعاتك وتقييمتك ايه حفل الافتتاح كان مبهر جدا إشادة كبيرة جدا من كل الناس بحفل الافتتاح قطر قدمت للعالم شيء جميل ومتوقع ورسالة لكل العالم أن قطر والدول العربية قادرة أنها تنظم حدث كبير ده شيء حقيقي كان يشرف جدا لكل الدول العربية وقطر كتقدل الحدث يعني ده بالنسبة للحفل الافتتاح لكن بالنسبة لمنتخب قطر للأسف والمباريات الافتتاحية كالعادة بيبقى فيها مفاجآت كبيرة جدا لكن منتخب قطر فاجئنا بالأداء السيء وأنهم ما كانوش مركزين تماما وكان لغط عصبي كبير جدا وبانت كتير جدا في رؤية المستوى بين قطر والإيقودور رغم من الإيقودور فريق غير مرشح للوصول للأدوار أو يبقى حصان أسود أو حاجة زي كده لكن منتخب قطر كان بعيد تماما وهو بطل أسيا المجموعة دي على فكرة فيها بطل أسيا قطر وفيها بطل أفريقيا السنجال مجموعة مش ضعيفة وفيها طبعا أولندا منتخب كبير جدا كالعادة وفيها المنتخب الإيقودوري وهو الرابع أمريكا الجنوبية وأمريكا الجنوبية كلهم فرق قوية طبعا جدا فبالحديث عن مباراة الافتتاح لو هنبدأ بيها مباراة قطر والإيقودور كان فيه فرق كبير جدا في المستوى ده مش نتيجة حاجة أكتر من فرقات ذهنية ونفسية يعني منتخب قطر ده التعد المفروض استعدادات كبيرة جدا بقالهم عشر سنين مع نفس المدرب فليكس طانشيز مدرب من الماسية برشلونة الجوانب التكتيكية والكورة بتاعة برشلونة الاستحواز وكل الكلام ده ما شفناهوش خالص احنا ما شفناش قطر أصلا موجودة وكمان أنا حاسس انهم ما حضروش لمباراة الإيقودور يعني مباراة الإيقودور اي حد بيتابع الإيقودور عارف ان الإيقودور بتتميز بالصلابة دفاعية وتحولات هجومية طيب تحولات هجومية انت كقطر وبتلعب على أرضك معناها ان انت لو فقدت الكورة محتاج تعمل ضغط عكسي وتسترد الكورة بسرعة جدا عشان ما يحصلش تحولات سريعة المنتخب الإيقودور عمل تحولات سريعة كثيرة جدا على إبارة وعلى بلاتة وعلى استراضة وانهاء طبعا بالانسيا بالانسيا هدف كبير من وعلى فكرة قطر والإيقودور لعبوا بعض المباراة ودية وفالانسيا سجل قبل كده هدفين فانت مش مستغرب أبدا من الإيقودور وتحولاتها مش متفاجأ يعني بأسلوب لعبوهم أو بالعناصر المميزة اللي عندهم بالضبط وكمان الإيقودور بتعتمد على كرات الثابتة كرات الثابتة من مميزات منتخب الإيقودور في تصفيات خلينا أقولك في تصفيات أمريكا الجنوبية منتخب الإيقودور هو أكتر فريق سدد من كرات الثابتة في تصفيات كلها وأكتر فريق كان ليه إكس جي اللي هي الأهداف المتوقعة كمان من كرات الثابتة تبعة ونص وتسجل ثمان أهداف في التصفيات الأمريكا الجنوبية ثمان أهداف بنسبة 35% 35% من أهداف الإيقودور هي كرات الثابتة ومع ذلك أول نص ساعة أو 30 دقيقة فيه تلات تجوان نتسجلوا من الإيقودور واحد اتلقى نتيجة بداية التسلل وده كان من كرة ثابتة والهدفين التانيين هما الكرة كانت مع قطر وبناء الهجمة كان بعيد تماما عن التركيز يعني منتخب قطر كان بيلعب 5-3-2 أو 3-5-2 المفروض في الحالة الدفاعية ولكن 5-3-2 دي محتاجة ترابط خطوط محتاجة طلابة دفاعية ما كانش فيه أي حاجة من الحاجات دي كلها بناء الهجمة انت مش عارف تطلع بالكرة من نص الملعب ده نتيجة توتر كبير جدا وفقدان للتركيز كل القرارات الفردية كانت خطأ الجنل الأول هو البنالتي بدأت من برضو قطر بيحاول يطلع بالكرة نتيجة قرارات فردية خطفت الكرة طب فين هنا للغط العكسي فين استعادة الكرة بسرعة ما فيش فالقودور فريق مباشر جدا من العمق عمل كرة بينية البالنسيا وطبعا خطأ كبير جدا من حالة مرمى ركل الجزاء والسجلات ده الهدف الأول يعني ظهور قطر بالشكل ده يا بشاري هل يعتبر مفاجأة للمتابعين ولا النتيجة تعتبر متوقعة يعني في المباراة دي النتيجة ممكن تكون متوقعة لكن أداء جير متوقعة تماما يعني أداء منتخب قطر تقريبا ما لعبتش المطشد ولا بربع مستواها ده بطل أسيا يعني بطل أسيا فاز بطولة أسيا واحتكب في تفصيات أوروبا ولعب لكم كاكاف ولعب مع أمريكا الجنوبية ما قدمش أي شيء وكانت أخطاء يعني من المدرب ومن اللعيبة كتيرة جدا فهي تعتبر الأداء مفاجأة النتيجة ممكن القدور تكسب ممكن قطر تكسب لكن مش بجمع بس كم من منتظر أن الأداء يبقى أفضل كده من كده من المنتخب القطري طيب بالمناسبة المجموعة دي وهي المجموعة الأولى ففي مباراة تلعب كمان شوية ما بين هولندا وسنغال توقعاتك للمجموعة بعد المباراة الأولى ولا عايز تنتظر تشوف المطش بتاع هولندا وسنغال ولا يا النتيجة قطر واللكودور هتأثر طبعا كتير جدا في المجموعة وترتيب المطشات كمان وأكيد أكيد غياب سادي ومانين المجموعة دي كان أغلب المحللين والمرشحين بيرشحوا هولندا والسنغال تطلع منها تتأهل يعني دلوقتي القدور لعبة مطش معها ثلاث نقط استنغال فقدة سادي ومانين استنغال هتبدأ مطش دام هولندا كمان شوية هولندا فريق قوي ودفاعيا قوي جدا استنغال كمان فريق مش هجوميا قوي خصوصا بعد صابت سادي ومانين بالضبط هو هجوميا متوسط وسادي ومانين طبعا بيستجلوه كويس جدا بمهارات وتكتيكات وحاجات زي كده ولكن في غيابه هيقلل كتير جدا من فرص استنغال خصوصا ترتيب المطشات يعني النهاردة متوقع ان هولندا تفوز بشكل او باخر حتى لو بنتيجة رأيبة واحد تفرق وفرق هدف بعد كده استنغال هتلاعب قطر قطر لسه مغلوبة للافتتاح عايزة تبين للعالم ان ده كان مطش كابوة وانا على قد المسئولية وعلى قد الحدث فما هيبقى مطش طعبة جدا قطر والستنغال بعدين هتقابل في الاخر استنغال الاكوادور الاكوادور فازت مع تلات نقط هتلعب هولندا هنقول هولندا ممكن تكسب فهيقابلوا بعض في الاخر وغالبا الاكوادور واجد خطوة زيادة عن استنغال واجد خطوة في النقط واجد خطوة كمان معنوية انا بتوقع الاكوادور هي اللي تتأهل مع هولندا بصراحة يعني دي توقعات بالنسبة جبيرة طيب خليني يا بشاري قبل ما اقتم معاك اكلمك على مواجهة اليوم اللي اتلعبت لحد دلوقتي ما بين انجلترا وايران ونتيجة كبيرة وصاحقة للمنتخب الانجليزي على حساب المنتخب ايراني ستة اتنين رأيك في المباراة ورأيك في اداء ايران بالتحديد مع كيروش مدربنا السابق تمام لا نتيجة كبيرة طبعا زي ما انت قلت ستة اتنين انجلترا وتوزجيت بيعبروا عن نفسهم هي يعني كتحسة تدريبية اكتر منها للمنتخب انجلترا في الشرط الاول وفي الشرط التاني كيروش حاول الشرط الاولاني يأمن دفاعيا تماما يلعب خمسة اربعة واحد والطريقة او الفكر الدفاعي اللي احنا بالضبط حفظينها وشفناها ويمكن عانينا منها كمان ولكن طبعا قدام منتخب انجليزي مدجج بالنجوم وتوزجيت عمل النهاردة مباراة كويسة جدا تكتكيا حتى انت فتكتولات دفاعية زي دي قدامك حلول معروفة قدامك ان انت تحاول تسحب المنتخب الايراني القدام ده ما تمش كيروشكا مدجوم تعليمات قدامك ان انت تعمل جبهات معينة ده كان تام كان بيحصل كويس جدا خلينا نقول ان انجلترا لعبت اربعة اتنين تلاتة واحد ده الشكل العام لكن في بناء الهجمة كانت انجلترا بتعتمد في الخلف بس على تلاتة ستوند وماجواير وبيرجع لهم رايز وتريبي وشو طيرين كأظهرة بيفتحهم ملعب ياميلوستريتش لدفاع ايران المتكتل الورا تماما وكورة في التانية كتر المحاولات فالنتيجة كبرت جامد النتيجة كبرت جامد وطبعا الكرات العالية بتاعة هاري ماجواير استجل وها كويس جدا المنتخب يرون في الكرات العالية تماما بشاري انا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا واتكلمنا في جوانب فنية مهمة جدا بشكرك كمان على رؤيتك الرائعة محمد بشاري محلل الرياضي كمعانا على الهواء مباشرة عبر سكايب واتكلمنا في مباراة الأولى لكاس العالم حتى الآن والتقييم الفني لها بنشكرا شكرا جزيلا كنا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل نكمل استنون